أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على سرعة نقل اللاعب أشرفولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعهد يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة أوجه الرعية الصحية اللازمة والعاجلة للعب بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للعب أشرفولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يعاني من فشل كلوي ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلة تمهيدا لإجراء جراحة زراعة الكلة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنصيق على سرعة نقل اللاعب إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي نظرا لتوافر التخصصات الطبية لحالته ومن جانبهم وجهت أسرة اللاعب الشكر للسيد رئيس الجمهورية على سرعة الاستجابة للمناشدة التي تقدم بها حفظ الله قرار الرئيس جي في الوقت المناسب وجينا يعني على المستشفى هنا لقينا الاهتمام جامد جدا ولقينا رعاية كويسة ومن أول ما جينا يعني بصراحة استقبلونا تحت وخدوا عملوا كل الإشعاعات تحاليل دخلونا القوضة اهتموا بكل التفاصيل خدوا كل البيانات الخاصة بيه ومن شاء الله يعني كل حاجة كويسة طبعا بنشهر فخامة الرئيس على اهتمام وبالكابتن وبالرياضة وبحالة الكابتن أشرف ومنشكره جدا جدا ومنشكر كل اللي تابوا معنا كما أشهدوا بالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة حكم النوم النهاردة مكالمة يلا النهاردة هتبقوا في المستشفى لأن مش ما فيش انتظار لحالة أشرف حالة أشرف الفيس نفسه اللي وجه بعلاجها وهتتوجهه النهاردة على مستشفى المواد العسكري اللي بالمناسبة استقبلتنا أفضل استقبال أنا مش مصدق أصلا الوضع بصراحة من أول ما دخلنا الحد ما بدأ دلوقتي يبتدى يبقى فيه متابعة لحالته بشكل كبير من الأول قوات المسلحة اللي عايزة أوجه لأشكره وطبعا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي فور مع علمه بالموضوع وطبعا توجه لمساعدة كابتن أشرف سيادة الرئيس تصرفاته الإنسانية دي تخلينا معلش يعني نديله كل احترام وتقدير وربنا يعينه على اللي هو فيه وأنا بشكره كابني من أبنائه وبقوله ربنا يأويك يا سعادة الرئيس على اللي انت فيه ويديلك القوة في كل الاتجاهات والله والله وأنا بتكلم من قلبي أن أنا مبسوط جدا باهتمام حضرتك بي يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عاليا خفاقا في مختلف المحافل الرياضية ترجمة نانسي قنقر